إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم أعلنت حكومة إقليم كردستان عن توفير الميزانية لحفر مائة وأربعة أبار في أربيل وأربعة وثلاثين بئراً في ضواحي المدينة بعضها عبارة عن أبار بديل جفت وذلك لغرض مواجهة شح المياه ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على حفر مائة وثمانية وثلاثين بئراً من أجل حل مشكلة نقص المياه مؤقتاً والحد من أثار الجفاف وتوفير مياه الشرب في أربيل عاصمة الإقليم أنقل بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات عن مشرف الأبار في مديرية مياه أربيل سيروان تحسين صابر تأكيده إنفاق مليارين وثمانمائة وواحد وستين مليون دينار لأجل حفر الأبار ومن المقرر أن تكتمل العمل ينهيات العامة وخلص بيان حكومة إقليم كردستان إلى القول لنحو 70% من الأبار التي يتم إنشاؤها الآن هي أبار بديلة واتم تشغيل 14 بئراً منها في الضواحي حتى الآن تستخدم هذه الحفارة لزيادة عمق هذا البير بعد أن نضبت المياه فيه تدفق المياه مجدداً يحتاج إلى أن نزيد من عمق هذا البير نتيجة لموسم الجفاف الذي يضرب المنطقة الحكومة المحلية في أربيل قررت مواجهة شح المياه بحفر عشرات الآبار الجديدة وخصصت لذلك ميزانية تزيد على العشرين مليار دينار يعتبر هالسنة سنة جافة هذا الجفاف أدى إلى تجفيف عشرات الآبار الارتوازية داخل مدينة الأربيل وضواحيها وانخفاض منسوب المياه الجوفية في هذه المئات الآبار شكلت اللجنة من المحافظة بأمر سيد المحافظ هاللجنة شغلها مقاومة الجفاف وعلى المدى الطويل تدرس الجهات المختصة إنشاء أربعة سدود في أقليم كردستان تمثل حلاً نهائياً لمشكلة المياه مياه الشرب أو مياه سقي المحاصيل المشروع يحتاج إلى تنسيق مع السلطات الاتحادية في بغداد ذن السدود بسد باكر معنا وصد خيوة وصد دلقا وصد مندوا ذن السدود قررت بتوقيع متكتفات مياه الشركة الصينية لتمويل وبنائش وإنشاء السدود ذن السدود ليس خزنية سدود لإسالة المياه قلة الأمطار والتجاوز على حصة البلاد من المياه من بعض دول الجوار فاقم قضية انخفاض مناسيب المياه فضلاً عن الهدر الحاصل في المياه من قبل المواطنين بشكل يومي من أربيل علي باسل قناة صلاح الدين الفضائية